ليس هناك من داع ليؤكد الرئاسي المقترح على حتمية تطبيق العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار في بنغازي بعد التفجيرات الأخيرة ومات لها من اعدامات خارج نطاق القانون خصوصا بعد أن عجز في وقت سابق عن إنقاذ وكيل وزارة داخليته فرجق عيم وعجز الرئاسي المقترح أن يبرهن على أنه بصحة وعافية وصار بمقدوره لاستغناء عن كرسيه المتحرك وأن يصف الأشياء بمسمياتها وينسب الأفعال إلى مرتكبها بيان التأكيد والتمكين لدولة القانون المفقودة الصادر عن المقترح يدين أفعالا غير مسؤولة لأحد الأشخاص المجهولين يزعم انتماءه لمعاصفه بمؤسسة الجيش ليعدم عشرة أشخاص لا يعرف جرمهم ولا انتماؤهم ولا هويتهم دون محاكمة في دولة تبنى فيها الأفعال للمجهول بعد أن تولى زمام السلطة مجلس رئاسي قادم من المجهول ومعه شهادة وفاته بعد أن ثبت للليبيين بما لا يدع مجالا للشك أنه صنيعة التدخلات الغربية المستترة ورأى أكذوبة دعم الأمن والاستقرار في ليبيا ربط بين الوقائع تفجيرة بنغازي وإعدامات الورفالي وحديث عن درنا يدفع بحكومة البعثة الأممية إلى خلط الأمور بعضها ببعض خلط أصابه حسب وصفه بقلق شديد ليدعو على إثره إلى تعاون الجميع مع الأجهزة المعنية والمجهولة لجلب مرتكبي الجرائم المجهولين لساحة القضاء فما حال الرئاسي المقترح بأفضل ممن ادعى معرفته بالقاضي فبادر بالسلام على كبير الحجاب في جهل استوا فيه ضعف الطالب أمام جسامة الحدث واستقواء المطلوب بفتاوى قتل الأسير بحجة التقرب إلى الله موسيقى